واستغربت ايناري انه بيشوف كامي زيها ومسك قدودها وقال لها انتي بتشوفيها من امتى وطبعا تخيلاته عنها انها شريرة وعايزة تأذي اخته ايناري تخيلاته مخيفة طبعا وبياخد اخته وبتستغرب كامي ليه بيعملها وحش كده بس قبل ما نبدأ الجزء التاني من الملخص ياريت ما تنساش اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وياريت تشترك في قناتنا الاحتراطية كاريكتون بالعربي اللي هتلاقي رابط بتاعه في سندولوس فتح وياريت كمان ما تنساش اشترك في قناة انيمي لكا انيمي فوريو اللي بتقدم محتوى رائع جدا وجميل من الانيمي ويناري سعيدة جدا باللي قال هولا تنبع عن التميم اللي ديتها له بس بتسأل كونكل ليه اخوها متضايق من كامي للدرجة دي وبيفتكر اخوها لما كانت بتعاية ايناري وهي صغيرة ونفسها تروح للمعبد فاخدها اخوها ساعتها لهناك وفجأة شاف معاها قطة وكامي بتجري وراها واخد اخته بسرعة وجرى بيها وساعتها اكتشفت قامي انه بيقدر يشوفهم اسنان ما بتتعب ايناري وبتجري تروح للحمام بيقطع طريقها ولد قالها ازاي بتتحول لي لكنها تعبت جامد وفضل يجري وراها لحد الحمام وموسيكيته البنات وفضلوا يضربوا فيه لكنها فجأة بتلاقي حد شبهها بالزبط وقال لها ايه شعورك لما حد يتحول يبقى شبهك وبتروح لشبهها مع صديقتها مارو واللي ما بتكونش عارفة انها مش ايناري ومتدهي ايناري جدا انه اخد مكانها حتى في فصلها وقالت انها لازم تحكي القامي تعرفها زيت الصرف لكنها قررت تعالج الامر بنفسها وبدأت تحول شكلها لمساعد المدير المدرسة وطالبت من المعلم يجيب لها ايناري اللي طبعا منتحل شخصيتها فجأة بيوصل اصدقائها وبيدوا ايناري ملابس الرياضة وفضلت ايناري الحائية تجري وراه ودخل غرفة ملابس الفتيات ومسكوا البنات ايناري وهي مساعد المدير وفضلوا يضربوا فيها وبيخرج لمنتحل شكل ايناري وبيفضل يلعب كويس جدا والجميع مستغرب لانها على غير عادتها متفوقة في الرياضة وايناري الحائية قاعدة مش عارفة تعمل ايه تفضل طول اليوم تجري ورا الولد المنتحل شخصيتها واسناء وجود اخو ايناري في غرفته سمع صوت غريب جدا فحاس انه حرامي لكنها طلعت قامل في سطحهم وراح ضربها وبعد ما رجع الولد لهيقته وتعبت ايناري بتسأله انت مين بالزبط وعايز ايه فقال لها انه اخوه قامل اكبر كوكا وقال لها انه كان جاي في مهمة لكنه كان عايز يعرف اخته قدت قوتها المين وبيسأل اخو ايناري قامل ايه سبب وجودها عندهم فقالت له انها كانت بتهرب من اخوها لعلى طول بيديقها وقال لها انا مليش دعوة خروجي من هنا قبل مغضب ولما طلبت تلعب معاه عنده وافق ولما بيمسك راس ايناري كوكا بيشوفها اصدقاء تنبا وبيحسبوه حبيبها شافها تنبا وحاولت ايناري تبرر الموقف بانه صديق اخوها لكن تنبا ماهتمش بالامر وطلب منها كوكا تروح معاه حفلة العشيرة وبتلعب قامي مع اخو ايناري وبتكسبه وبيتدايق وبتروح ايناري مع كوكا لمدينتهم والجميع بيبصلها وبيلتفوا حواليها الناس فانقذتها واحدة اسمها ميا وهي المسؤولة عن ادارة الاعمال في مدينتهم السحرية لما بتنام قامي بيصحيها اخو ايناري وقال لها ما تنامش هنا وقال لها انت كنت بتقول فنومك رجع القوة يا ايناري كنت تقصدي ايه فحاولت تمشي بسرعة لكنه مسكها وقعها وقال لها اكيد انت بخبية حاجة علي وهي محرجة جدا فقال لها انا اصلا بقراك وانت لازم تقولي للحقيقة فزعلت قامي ومشت وقالت مياه لايناري ان قامي تخلت عن الحب من زمان بوجودها في المعبد ما بين البشر وبعدها حبت الالعاب لتسليت وحدتها ونرجع الاخو ايناري بتطلب منه امه يودي طعام للمعبد كشكر على رجوع بنتها ايناري بخير وتحضر ايناري الحفلة بين الجميع وبيطلب منها الجميع تتحول لقامي وبالفعل بدأت بالتحول لكن فجأة بيغمع على قامي الحقيقة بدون سبب فجأة شافها اخو ايناري وبتحضنه هي بتقوله ان لازم يجيب لها ايناري حالا لكن ايناري بدأت القوة اللازمة لتحولها تزداد وفجأة بتظهر الزعيمة اميريتا ومنعت التحول وبيصحي اخو ايناري كامي وبعد ما بتفوق ايناري بيفكر الجميع ازاي هيخرجوا القوة من ايناري ويرجعوها لقامي من تاني وطلبت ايناري تكون صديقة قامي بعد ما يخرجوا منها القوة فقالت لها اميريتا مستحيل لانك بعدها مش هتقدر تشوفي اروحنا تاني ونرجع لقامي اللي تأسفت لاخو ايناري واعتذر له وكمان وهي سعيدة جدا وطلبت منه يلعبه سوى لانها استمتعت بوجوده معاها وطلبت منه ما يقولش لأيناري ان اخمع عليها لانها مش عايزة تقلقها وبدأ اسألها انتم خبين علي ايه فخافت تقوله وطارت لبعيد وفي نهاية اليوم بتقول ايناري انهم قالوا لها لما تستقر القوة جواها يخرجوها ويرجعوها لقامي من تاني وده اتجرب تحول قوتها وتحولت لامها واس فجأة بيدخل عليها اخوها لقاها امهم ويناري خيفة جدا ومش عارفة تعمل ايه فقال لها اخوها امي ايناري فين فقالت له هي خيفة تقريبا في الحمام ومشة وهي مصدومة لكنه لما نزل بيلاقي امه مع ابو قعدين وهو مصدوم من اللي شافه وبيفضل يرايب اخته في كل خطوة حتى وهي نايمة فاتحة عيني عليها وهي خيفة جدا فتجري ايناري لقامي تاني يوم وبتحكي لها اللي حصل وقالت لها ايناري انا لو رجعت لك قوتك مش هقدر اشوفك تاني ولا حتى كون كون فغيرت الكلام كامي وقالت لها بكرة المهرجان وتنبع عائلته بيروحوا المعبد كل مهرجان وممكن تشوفيه هناك وقالت لها ما تقلقيش هقنع اخوك ان مفيش اي حاجة بتحصل علشان مايفضلش يمشي وراكي تاني وبتهيأ ام ايناري الملابس عليها واخيرا بقت جاهزة للمهرجان وبزين امها شعرها وبتشكرها ايناري وبتخرج وبتقابل ايناري شيمو وهم مبسوطين بشكلهم وبيتمشوا سوا للمعبد وبيروحوا كلهم للمهرجان وبتدور ايناري على تنبع لكن اكتشفت شيمو ان ايناري بتحب تنبع فبتتحرج ايناري جدا وسألتها عرفت ازاي فقالت لها من تعبيرات وشك اول ما بتشوفيه واول ما بتشوفه ايناري بتحاول تعديل في شعرها وقالت لها شيء منتي جميلة طبعا وبتروح ايناري لتنبع وبتفهم امه فبتاخد اخوز صغير وبيمشوا سبوهم سوا وبتفرح ايناري بتصرف امه وبتتماشى ايناري مع تنبع ولما قالها شكلك لطيف بالملابس التقليدية كانت زي استعقف قلبها من كتر الفرحة ومن كتر التواهان ضعت في الطريق وسط الزحمة لكنه مسك ايديها وقال لها كويس اني لقيتك وهي مش مصدقة نفسها ونبضات قلبها اللي بتدق بسرعة وهي بتسأل نفسها هل شعوره زي شعوري فحست قامي بفرحة قلب ايناري لانها مشاعر عمراء ما حستها قبل كده وفجأة بتشوف ايناري مسك ايدي تنبا والاغرب ان اخوها ماشي وراها وبرائبها وفجأة بتوع ايناري في الطريق وعرف تنبا ان حزاها كان بيوجع رجلها وهو السبب لكنه اصر يشيلها على ظهره وهي مش مصدقة اللي بيحصل وبالفعل بيشيلها على ظهره وهي سعيدة بكل شيء حصل في الليلة دي زي اللي حصل معاها في اول يوم تقبله سوا وبيوقف اخو ايناري توكا قامي وقال لها انت عطيتي ايناري قوتك السحرية وقالت له دا حقيقي لان كان نفسها هي و ايناري يكونوا اصدقاء وبعد ما سمعها سبه ومشا وبيعالك تنبا قدم ايناري واصرت ايناري تساعد قامي زي مساعدتها ودخلت الفرحة في قلبها